للمرة الأولى منذ العام 97 يرفع المصرف المركزي اللبناني سعر الصرف الرسمي للدولار من 1500 ليرة لبنانية إلى 15 ألفا في خطوة تستكمل ما أقرته الموازنة العامة باعتبارها خطوة ضرورية تتماشى مع الاتفاق الأولي الذي وقعه لبنان مع صندوق النقد الدولي المصرف المركزي والسلطة هي باتجاه مش رفع سعر الصرف إلى 15 ألف هذه عملية متدرجة للوصول إلى تحرير سعر صرف الليرة اللبناني في السوق كاملة حتى يتطابق السعر الرسمي الذي سيعلن عنه المصرف المركزي فيما بعد مع السعر الموجود في السوق دون أن يكون هناك أي خطة للتعافي أو خطة للإصلاح مما سيؤدي حتما إلى التضخم هائل جدا لا إصلاح جديا حتى الآن رغم دخول الأزمة سنتها الرابعة بل إن تعدد أسعار الصرف يؤخر الأصلاح فهناك الدولار الرسمي الذي ارتفع من 1500 إلى 15 ألفا هناك أيضا سعر المنصة البالغ حاليا حوالي 38 ألف ليرة وسعر السوق السوداء البالغ حاليا حوالي 60 ألف ليرة والمرشح للمزيد ولكل سعر وظيفة وسط تضخم غير مسبوق في عنا مخاض كبير في عنا صرفين في عنا اكتصاديين الرجال الأعمال عم بلعبوا بها الشعب لحيكون في عنا تخبط خلال الشهرين القادمين أنا برأيي قبل انتخاب رئيس جمهورية لحنلاقي بعد تأزم لواننا نوصل هون سؤال كتير كبير لان هل ترى الشعب بعد بيحمل مما لا شك فيه أن رفع سعر السرف يهدف إلى زيادة الإيرادات لسد عجز الموازنة إنما بلوغ الهدف غير مؤكد في اقتصاد يخضع لتلاعب سعر السرف ويفتقد لأدنى آليات الضبط قرار رفع سعر السرف الرسمي للدولار لم يأتي جزءا من خطة متكاملة وعادلة بل هو كغيره من قرارات وتعاميم سابقة ثبت أنها أثرت محظوظين وكبدت خسائر للغالبية باختصار المرحلة المالية الصعبة في لبنان مستمرة كلوديا بيحنى قناة الغد بيروت